قالت منظمة سام للحقوق بالحريات إن امتناع الحكومة اليمنية عن التصويت على قرار أممي بإنشاء هيئة مستقلة للمفقودين في سوريا وصمة عار وتناقض غير مبرر وأضافت سام تابعنا باستغراب واستنكار شديدين امتناع الحكومة اليمنية عن التصويت على قرار أممي حول إنشاء هيئة مستقلة في سوريا تعني بشؤون المخفيين قسرا وأوضحت سام أن موقف الحكومة اليمنية يعكس تناقضا غير مبرر في سلوكها ففي حين تندد بانتهاكات جماعة الحوثي لحقوق الإنسان في اليمن ضد المدنيين وفي مقدمتها الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب نجدد أو نجدها تمتنع عن التصويت على قرار أممي في جوهره إنساني يقف إلى صف الضحايا من الأهالي ويدعو إلى إنشاء هيئة للكشف عن مصير أكثر من مئة ألف سوري مخفيين في سجون نظام الأسد وهو النظام العربي الوحيد الذي اعترف بجماعة الحوثي واستقبل سفيرا عيرته جماعة الحوثي في دمشق وأشارت سام إلى أن الحكومة اليمنية ظهرت موقفا سياسيا يتعارض مع أبسط حقوق الأفراد التي أقرتها القوانين والمواثق الدولية ترجمة نانسي قنقر